الشوكة العظمية ويبدو ان الشوكة العظمية دي هطولها حقنا في الكعب والكعب طبعا قعدت سنة المفروض انها تقعد فترة طويلة بعد كده جات الشوكة العظمية احنا بنصح دايما في الحالة الكريتية كده ان احنا نجر الدم في الاطراف في الحتة دي عن طريق الدفلون واكسطرات المغانيس يابليني الشوكة العظمية دي عبارة عن ترسيب املاح الكالسيوم اللي هي كالسيوم ابيطايت املاح العض اسمها كالسيوم ابيطايت ودي الكالسيوم دايما يضده المغانيسيوم يعني بيديله المغانيسيوم من برة فبنديها سطرات المغانيسيوم الفوار ثلاث مرات في اليوم سطرات المغانيسيوم الفوار ثلاث مرات في اليوم ولو ما كانش بود بعدين حننطر نعمل حقن تاني بس الحقن التاني لازم يحنه واحد متخصص بحيث انه بيدخل الابرة طويلة وبعدين يحن شوية ويشدها لبرة ويحن شوية ويشدها لبرة وهجزة وبيدي الكورتزون البهاء يا أفتازة